استقبل اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ علي بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي للرماية وهنى اسمو الشيخ علي بن عبدالله الخليفة بغنسبة تسكيته من قبل الجمعية العمومية الأسيوية رئيسا للاتحاد الأسيوي للرماية لمدة أربع سنوات مشيرا إلى أن هذا الاختيار جاء نتاجا حقيقيا لما يتمتع به سعادة الشيخ علي بن عبدالله الخليفة من خبرات إدارية وفنية متميزة في مجال رياضة الرماية وأكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أن احتلال شخصية بحرينية يشار لها بالبنان لقيادة الاتحاد الأسيوي للرماية هو تأكيد على مدى ثقة الأسرة الأسيوية بقدرة أبناء البحرين على تبوئ أعلى المراكز في الاتحادات الرياضية القرية كما أنه يعتبر تتويجا للجهود الطيبة التي بدلها الشيخ علي بن عبدالله الخليفة في الارتقاء برياضة الرماية في المملكة خلال رئاسة للاتحاد البحريني للرماية بالإضافة إلى التفاعل البناء مع أنشطة الاتحاد الأسيوي ودوره المتميز في تعزيز ونشر مفهوم رياضة الرماية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تمنياته للشيخ علي بن عبدالله الخليفة التوفيق والنجاح في مهمته الأسيوية الجديدة برئاسة الاتحاد والمساهمة في نمو ورقي لعبة الرماية على المستوى الأسيوي بما يعود بالنفع والفائد على مسيرة رياضة الرماية البحرينية التي حققت في السنوات الماضية العديد من الإنجازات المشرفة بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة من جانبه أعرب الشيخ علي بن عبدالله الخليفة عن شكر وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه للشخصيات والكوادر البحرينية بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة والرامية إلى تحقيق الكوادر البحرينية وتموئها لأعلى المناصب على مختلف الأصعدة مشيرا إلى أن وقوف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جانب الكوادر البحرينية كان سببا مباشرا في زيادة ثقة الاتحادات الإقليمية والدولية فيها لقيادة مسيرتها وأشار الشيخ علي بن عبدالله الخليفة إلى بذل قسار جهده من أجل الارتقاء بمسيرة الرماية في القرى الأسيوية وتعزيز مكتسباتها مما يجعلها قادرة على التنافس العالمي بالإضافة إلى حرصه على استثمار هذا المنصب الرفيع لتطوير الاتحادات الرياضية الأسيوية في مجال الرماية بما فيها الاتحاد البحريني للرماية